مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة شهد رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات المراسم العسكرية المهيبة لدفن رفات ثلاثة من شهداء الجيش العربي الذين استشهدوا على ثرى فلسطين عام سبعة وستين وذلك في مقبرة شهداء الجيش العربي في أم الحيران فقد جرت فجر اليوم مراسم نقل رفات الشهداء من صور باهر التابعة لمدينة القدس بعد أن كانت جثامينهم ترقد لعقود طويلة هناك وبعد وصول الرفات إلى جسر الملك حسين انطلقت مواكب الشهداء الذين لفوا بالعلم الأردني يرافقها عدد من كبار الضباط وقادة التشكيلات في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وصولا إلى مقبرة شهداء الجيش العربي في أم الحيران حيث وريت جثامينهم الطاهرة الثرى وكان أولئك الشهداء ممن ضحوا بأرواحهم دفاعا عن ثرى فلسطين حيث ستظل تضحياتهم وسام فخر على صدور الأردنيين لأنهم نموذج تستلهمه الأجيار القادمة لأروع معاني الوطنية والتضحية والفداء ترجمة نانسي قنقر